موسيقى رح نبتدئ مع نتنياهو ورفضه لتبكير الانتخابات المفروضة تكون في نهاية السنة المقبلة يعني احنا متحدث على ما يقارب السنة وهو يرفض التبكير المفروض يحصل في شهر أذار 2019 والخبر يقول أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو أنه سيحتفظ لنفسه بمنصب وزير الأمن الشاغر منذ استقالة فيكدور لبرمن في الأسبوع الماضي وذلك على الرغم من تهديد حزب البيت اليهودي أنه إذا لم يتم تعيين رئيس الحزب نفتالي بنت فأنه سينسحب من الاتلاف ويسقط الحكومة وبذلك يكون نتنياهو قد حمل البيت اليهودي مسؤولية إسقاط حكومة اليمين في حالة أصر الحزب على تولي بنت منصب وزير الأمن كشرط للبقاء في الائتلاف الحكومي وذلك بالتزام مع إعلان البيت اليهودي أن بنت وشكيد يعقدون مؤتمرا صحفيا صباح اليوم في ظل تولي نتنياهو وزارة الأمن بحيث تشير التقديرات أن بنت وشكيد سيعلنان أيضا عن استقالتهما من الحكومة وقال نتنياهو أيضا في خطابه المتلفز في هذا الوقت لن نذهب لانتخابات المبكرة وإنها ظروف لا يتم فيها إسقاط حكومة فهذه عدم مسؤولية ولا يزال أمامنا سنة إضافية كاملة حتى الموعد الرسمي للانتخابات وشدد أيضا نحن في أوج المعركة ولا يتم ترك الميدان في أوج المعركة ولا ينشغل بالألعاب السياسية الحزبية أمن الدولة فوق الاعتبارات السياسية وإلى عنوان آخر الوزير أريئيل يتقدم مجموعات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك وفي التفاصيل تقدم وزير الزراعة الإسرائيلي المستوطن أوري أريئيل اقتحامات مجموعات من المستوطنين لساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي وفرت الحراسة للمقتحمين وفرضت إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم واستفزت شرطة الاحتلال وحدات التدخل السريع لساحات الحرم لإبعاد الفلسطينيين وتأمين عملية اقتحام المستوطنين للأقصى ومن ثم فتحت باب المغاربة أمام مجموعات المستوطنين الذين قاموا بجولات استفزازية في ساحات الحرم ومنهم من قام بتأدية صلوات تلمودية وإلى عنوان آخر وكل من تابع وسائل الإعلام وبالذات وسائل الإعلام الفلسطينية يوم الجمعة تحديدا كانت مسيري للصحفيين عند حاجز قلندية وتم كالعادي قمع هذه المسيري وفي التفاصيل بعث رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين برسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو احتجاجا على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسير للصحفيين عند حاجز قلندية شمال القدس المحتلة وقال إن الاتحاد الدولي للصحفيين سيعمل على فضح ممارسات الاحتلال وأعمال العنف ضد الصحفيين في فلسطين ومن جهة أخرى أكد عضو الاتحاد الدولي للصحفيين وعضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية أهمية الزيارة لفلسطين وإطلاعهم على أحوال الصحفيين فيها وما يتعرضون له من قبل قوات الاحتلال وإلى غزة والحديث عن حصيلة العدوان الأخيرة على القطاع بحيث أفاد تقرير توثيق صدر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة إن 1252 وحدة سكنية تضررت فيما هدمت 77 وحدة سكنية بشكل كلي وذلك جراء الغارات التي شنتها طائرات سلاح الجو الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة وقال وكيل عام الوزارة إنه خلال الغارات تعرضت 1100 وحدة لضرر جزئي بالإضافة إلى 55 وحدة بضرر بليغ و20 وحدة باتت غير صالحة للسكن ودعا وكيل عام الوزارة خلال المؤتمر الصحفي المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى تحرك فاعل يضع حدا لتكرار العدوان ويحمي السكان المدنيين والمنشآت المدنية ومن هذا الموضوع إلى ملف وقضية الأسرة استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مقر الرئاسة في راملة والد وشقيق عدو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح الأسير كريم يونس مشددا على أن قضية الأسرة هي قضية الشعب الفلسطيني بأسره وأكد الرئيس أن قضية الأسرة تحتل الأولوية لدى القيادة الفلسطينية التي تبذل كل جهد ممكن مع المؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي لإطلاق صراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي ليشاركوا في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ومن جانبهما أثنت والدة وشقيق الأسير يونس على جهود الرئيس عباس واهتمامه الدائم بقضية ابنهم وزملائه في الأسر ويذكر أن الأسير كريم يونس هو أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي والعالم حيث اعتقل بتاريخ السادس من كانون الثاني عام 83 وحكم عليه بالسجن المؤبد الذي حدد فيما بعد بأربعون عاما ولأول مرة في التاريخ دولة فلسطين تجتمع وتكون قسم من اجتماعات الانتربول تشارك دولة فلسطين في أعمال الدورة السابعة والثمانون للجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الثامن عشر والواحد والعشرون من الشهر الجاري وتعتبر هذه المشاركة الأولى لدولة فلسطين بعد حصولها على العضوية الكاملة في المنظمة نهاية العام الماضي وتعتبر هذه عفوا وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لأي رزقات أن هذا الاجتماع ذات أهمية كبيرة من حيث مستوى الحضور والمواضيع التي ستناقش في جدول الأعمال والتي تتضمن التصويت على انضمان دولة جديدة لمنظمة الانتربول والتصويت على شغل المناصب في اللجنة التنفيذية للمنظمة ما سيمنح دولة فلسطين ثقلا سياسيا على المستويين الإقليمي والدولي أما الآن عنوان جديد إهمال حكومي متراكم وتعاني البلدات العربية في شمالي البلاد وجنوبها عند كل حدث أمني تقريبا إنعدام الجهوزية ونقص الملاجئ والغرف المحصنة والملاذات الآمنة لحماية المواطنين وبحسب تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي فإن نسبة 46% من المواطنين العرب في البلاد لا يوجد لديهم أماكن محصنة لحالات الطوارئ أو ملاذات آمنة بموجب المواصفات وتبين أيضا أن النقص في الملاذات الآمنة في البلدات العربية ما أسمها مراقب الدولة القطاع غير اليهودي كبير جدا حيث لا يوجد ملاذات آمنة لحالات الطوارئ لنحو 38% من الطلاب وكشف التقرير أن نحو 127 ألف طالب عربي يدرسون في مدارس لا يوجد فيها تحصينات كما أن قلة الملاجئ المحصنة في المناطق العربية هي قضية لم تحصل على حل نهائي رغم تواجدها قيد المناقشة عدة مرات وكانت الحكومة الإسرائيلية قد شكلت لجنة في سبتمبر من العام 2014 بعد الحرب على غزة لوضع خطة قطرية لحل مشكلة الغرف الآمنة وحلول لتوفير ملاذات آمنة في الشقق السكنية وأنهت اللجنة عملها في عام 2016 ولكن لم يتم الدفع لتطبيق مقترحاتها بعد وضعها على طاولة الحكومة الإسرائيلية أما بخصوص ملف الحج والعمرة وصل ممثل للجنة التنصيق لشؤون الحج والعمرة للحجاج خصيصاً للـ 48 إلى الأردن وذلك للتباحث في ملف الحج والعمرة والشروط الجديدة التي تضعها السلطات السعودية على فلسطيني الثمانية وأربعون وقررت السعودية رفع الوصاية الأردنية على ترتيب وتنظيم رحلات الحج والعمرة لفلسطيني الداخل بسبب جواز السفر الأردني المؤقت وعدم حيازتهم على رقم وطني أردني دائم ما يعني أنه لو تم العمل بهذا القرار فإن الفلسطيني الداخل سيحرمون من العمرات والحج بدءاً من الموسم المقبل واجتمع الوفد بمندوبين عن وزارة الأوقاف الأردنية ومديرية الحج ومديرية العمرة في الوزارة وأكدوا أنه لا جديد حتى الآن في ملف رحلات العمرة والحج للموسم المقبل علماً أن وفد وزارة الأوقاف الأردنية الذي كان من المفترض أن يسافر إلى الرياض في الأسبوع الماضي لبحث الملف أجل زيارته دون الإفساح عن الأسباب وما بعد الأخبار السياسية إلى الأخبار العلمية والعامة وخبر جداً مفير للخدور والاهتمام نتحدث عن أول مرة في التاريخ سيكون بس مباشر لهبوط مركبة ناسا على المريخ وفي تفاصيل هذا الخبر سيصبح بإمكان سكان الأرض أن يشاهدوا على الهواء مباشرة ولأول مرة في التاريخ عملية هبوط مركبة فضائية والتجول على سطح المريخ في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري وستقوم ناسا بفتح البث المباشر من غرف المراقبة المهمة حتى يتمكن الناس من مشاهدة العلماء والمهندسين وهم يقومون بعملهم في التحكم بالمركبة بالإضافة إلى هبوطها على سطح الكوكب الأحمر بحسب موقع SGR التقني وبمجرد استقرارها على سطح الكوكب ستقضي المركبة إنسايت عامين أي ما يساوي عاماً واحداً على المريخ في الغوص في أعماق الكوكب بحثاً عن معلومات قد تساعد على معرفة كيف تشكل المريخ بالإضافة إلى أصل الأرض وغيرها من الكواكب الصخرية نعم سامسونج تحدث تجديداً ثورياً هذا عنوان الأخير بالأخبار المتفرقة وأيضاً العلمية وكشفت تقارير إعلاميان شركة سامسونج قد تخرج عن المألوف في المنتجات التي تقدمها وتصدر هاتفاً ذكياً رائداً يختلف عن الأجهزة السابقة وخصوصاً من ناحية تصميم الشاشة الأمامية وقال موقع اندبندنت أن الهاتف المقبل للشركة جالكسي S10 سيشهد تعديلات على مستوى الشاشة مشيراً إلى أن سامسونج قدمت طلباً للحصول على براءة اختراع من أجل اعتماد هذا التغيير في الهاتف الذي سيصدر في العام المقبل وتظهر براءة الاختراع أن الهاتف قد يضم دائرة صغيرة في أعلى اليسار من الشاشة من أجل دمج كاميرا أمامية وذكر مصدر للصحيفة البريطانية أن سامسونج يبدو أنها ستحاكي أبل في هاتفها آيفون إكس بالرغم من أنها سخرت منها أول مرة ترجمة نانسي قنقر